اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ومثلهم في الإنجيل كزوع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في هذا البث المباشر ورسالة إلى كل منبطح توقفوا عن الإنبطاح وجلد الذات الغرب ليسوا ملائكة في الحقيقة قبل أن أعلق على هذا المنشور اللي هتشوفوك من شوية أريد أن أؤكد على مسألة أني لما عملت سلسلة جنة الدجال كان الهدف منها أن يعتز المسلم بإيمانه وأن يعلم أن هؤلاء الذين يلمعون في وسائل الإعلام ليسوا ملائكة وأننا لسنا شياطين وأننا عندنا الدين الحق وعندنا الفطرة السوية ونحن أفضل منهم في كل شيء لذلك كان الهدف من هذه السلسلة هو أن يعتز المسلم بإسلامه وإيمانه وأن يتعالى به وأن أعطي المتابعين سلاحا يواجهون به هؤلاء الطبور الخامس المنبطحين الجماعة جلد الذات بالحقيقة النهاردة وأنا بتصفح الفيسبوك في جروب أنا مشترك فيه زي ما أنتم شايفين الحياة في السويد هذا الجروب أنا تبعته بقالي حوالي شهرين ثلاثة من أجل متابعة الأخبار في داخل السويد والحياة داخل السويد يعني شفت هذا المنشور لأحد الأشخاص وأنا ما يهمنيش الشخص أنا يهمني الفكرة دي لأنها منتشرة اللي هي الشعور بالدونية الشعور كأنما هذا الغربي هو الحكم علينا يعني أنا حتى ما يهمني حتى الحساب اللي نشر هذا الشيء ولا أنا أوجه له الخطاب لعله أخطأ يقول خطر ببالي سؤال إذا سويدي شاف فيديو عريس الإسماعيلية لما قال دا العدي عندنا وزوجته أعدى جنبه مبسوطة بعد ما ضربها في الشارع يوم عرسها يطرها السويدي شو راح ياخد فكرة السويدي شو راح ياخد فكرة شو راح يقول يعني ما شاء الله شيء كويس أحسن ما يقتلها زي ما بيحصل عندنا هذا هو السويدي السويدي راح يقول هذا أحسن مننا لما بنكون مخمورين وبنورم وجوه نسواننا هذا ما سيقوله السويدي يا أستاذ أنا لا أقول عنك إنك يعني منبطح ولكن أول شيء ليس هذا هو العادي عندنا لو كان هذا هو العادي عندنا لما حدثت ضجة ضد هذا العريس العادي عندنا ليس ضرب النساء بل هذا هو استثناء في كل المجتمعات وأنا النهاردة مش جاي أتكلم على المجتمع السويدي أو البريطاني فقط أنا عاوز أقول إنه واقعة زي دي تحصل في كل دول العالم وبيحصل ما هو أشد منها بل أضعاف هذه الحالة في الدول الغربية ولا أحد يأتي ويقول يا ترى إذا واحد مصري أو واحد سعودي أو واحد إماراتي شاف البريطاني وهو بيدرب زوجته يا ترى هيقول عنينا شو ياخد راح ياخد فكرة مش هتلاقي مش هتلاقي واحد بريطاني بيكتب الكلام ده لكن إحنا عندنا شلة منبطحين جلسين طبعا جلد في العرب والمسلمين طبعا الناس علقوا عنده خليني أشوف بعض التعليقات قبل ما أرد عليه زي ما أنتم شايفين والله فكرت نفس الشيء لما شفت الفيديو يا حلاوة ليش من قالك إنه ما في سويدين بيضربوا نسوانهم وبيصير تعنيف من قالك إنه أصلا نحن عادي البنت نضرب هذا كلام نفسي كلامي صدمة عمره راح تكون يا سلام يا ميمونة صدمة عمره صدمة عمره اللي هتشوفيها بعد شوية يا ميمونة روح يوم السبت والأحد الصبح وشوف كم واحد سويدي أو واحدة سويدية عينيها مورمة يوم الخمور العالمي حتى في كوريا الجنوبية حتى في دول الغرب كلها واتشوفوا الآن هذا الفيديو ما بيشمل كل العرب وطبعا فيه كتير سويديين بيعملوا أكتر من هيك فبلا منشرات التحريد والكره ضد العرب جميل حسين ما شاء الله تعليقه جيد ما نقول له مثل عنكم مجرمين ومدمنين وشواذ واللي بيقتص ببناتهم وبيحبسوهم سنين واللي بيقتل ونحن عنا نفس الشيء نحن من صنف البشر وعنا كل الأنواع المنيح في الشيخ والقديس وعنا العادي وعنا من فئة اللي ما اكتمل نمو العقل عندهم هذا كلام اللي أنا بقوله في أول هذا البث أي واقعة تحدث في بلادنا هي تقع في الغرب أضعاف أضعاف ما تحدث في بلادنا الشاهد عندنا إن إحنا عندنا ناس منبطحين بيحاولوا يصوروا كأنه الغرب ملائكة وإحنا الشياطين هذا ببساطة شديدة طبعا ومع علاقة خطف الأطفال بالعريز بتوقع السويدي رح يبلش يقول مش عارف لا ده داشتيما أنا سويدي وأصدقائي شافوا الفيديو شيء مقرف جدا لدرجة إنه ما صدقوا إن في شيء هيك موجود ما شاء الله يا سويدي إنت سويدي ألا إنت سويدي من إمتى بقيت سويدي ياد تايجر ليون ده طبعا واحد عربي غير اسمه وإصبح سويدي ويقولك ما صدقوا إنه في شيء هيك ده أنا هوريك دلوقتي قرائم أتل يعني واحد قتل وحدة على لعبة مش عارف ضمنة ولا هل تشوفوا دلوقتي طيب السويدي قبل ما سويت تشرع قوانين لحماية المرأة كانوا أخزر من هيك أخنزر من هيك ما في حبيب هدول ولا رحمة ولا دين اللي بيمنعهم من هاي الفعايل قانونهم بس ومع ذلك بتلاقي تعنيف كمان عم تحسسني إنهم ملائكة ونحن شياطين ما شاء الله عليك يا محمد والله بارك الله فيكم يا محمد أغلب السويديين أخدينها نظرة عننا إنه نضرب النساء ونتزوج أربعة ليش الشعب المصري بيمثل العرب حبيب العنف موجود في كل المجتمعات حتى في السويد تمام شو شعورك لما سويدي يضرب حبيبته بقنينة خمرة وشو شعورك لما تضربه قدام العالم بسبور فاغن وينزف من مناخيره بلاش نشوف بعين واحدة وعيب وميت عيب ليش من هو السويد لحتى يقيم العالم على أفعالها الله علي أيوة كده العزة دي خالد يا خالد بارك الله فيكم يا خالد ليش من هو السويد لحتى يقيم العالم مين أصلا من جعل هؤلاء حكاما علينا أصلا يحكم علينا صح والغلط وانت ليش شاغل بالك واكل هم السويدي كتير ينفلق هو وأفكاره على أساس انه فكرتوا عننا حاليا بالجنين بس بعد الفيديو رح يصير عنده فكرة تانية خالص مالص ليش مهتمين برأي السويدي وهكذا طيب تعالوا نرد على هذا المنشور وعلى بعض التعليقات اللي بيقول لك أنا سويدي والرقل تصدم الرقل تصدم وما أصدق انه في شيء زي هذا في العالم انه واحد ضرب خطبته وفيديو مش واضع والعالم كلها استنكرت هذا الكلام المسلمين يعني المصر كلها كانت وقفة على رقل وده دليل انه ده مش الأصل ليس هذا هو العادي عندنا حتى لو قاله هذا الشاب تعالوا نشوف بعض الأخبار من الإعلام السويدي أنا النهاردة قايلك بالإعلام السويدي ما تجيش بعد تعملوا زي العيال التعبانة وتروحوا تجيبوا لي صور وتحطوا هذا هو الصحفي الذي يشوه صورة السويد أنا قايب لكم أخبار من قوة السويد وعلى فكرة يا جماعة الإعلام السويدي بدأ يمتنع عن نشر الأمور السلبية بعد ما بدأت أخذ من صحفهم يعني كانوا زمان ينشروا الغسيل الوسخ وينشروا أحداث القتل وجرائم السوسيال وتجاوزات السوسيال واغتصاب الفتيات الآن كل ما ييجي صحفي ينشر خبر في السويد أو في الغرب بصفة عامة يقول لك آه الأخ بتاع جنة الدجال ده هيفضحنا يأخذ الخبر ويروح يطر به للعالم العرب ويقول لهم شوفوا المجتمعات الغربية زيهم زينا وتروح الصورة الملائكية اللي كانت عنهم سد أنا مبسوط طبعا للأسف الشديد الأخبار صارت شحيحة من ساعة ما بذأت سسلة جنة الدجال لا عادوا بينشروا إحصائيات ولا عادوا بينشروا أخبار سلبية عن بلادهم فأنتو أرجوكم اكتفوا بالليفات اللي فات كفاية الحمد لله وثقنا ومية مية والرابط موجودة ولو مسحوا روابط بتقدر توصل للرابط بسهولة طيب معنا هذه الحادثة الأولى وطبعا الأخبار دي كلها يعني في الأيام الماضية ليست النهار دي طبعا طبعا قلنا في ثلاثة أسابيع طيب يا أستاذ يا اللي هنا هذه حالات قتل نساء في ثلاثة أسابيع خمس نساء في السويد أحسن دولة بالعالم كما يقولون ونسبة السعادة ونسبة الدخل والحياة والفلوس وطبعا هيجيلك واحد منبطح أنا مستنيك ولا ياللي قاعد هو طبعا بيقول إيه خلاص مسكته مقتل خمس نساء خلاص اتقتلوه ها ها دول مهاجرين مهاجرين يا معلم دول مهاجرين الخمسة اللي ماتوا دول مهاجرين اللي أتلوا نسوانهم دول مهاجرين تعال يا منبطح تعال تعال الخبر الثاني من نفس يعني هذا الخبر الأول الخبر الثاني من نفس الصحيفة شوف يا معلم والترجمة أمامك الغالبية من الذين يقتلون ولدوا في السويد هنا شوفوا هنا تقول الباحثة فيفكا انداندر غالبية الجناء من الرجال والأغلبية من الرجال السويديين ولا خلاص مش هتعرف ترد علي غالبية الجناء من الرجال السويديين أوعى أوعى تفكر تتلاعب معايا أنا عارف أنت هتقول إيه أقول لك اللي قتلوا النساء من المهاجرين ليش تجيب هذه الأخبار في السويد الحمد لله لا تعال أشوف الخبر اللي بعده عشان ما نضيع وقتكم بس هي الصهرة الليلة على فكرة لو موافقين نفتح الاتصالات للتعليق على هذا الموضوع اكتبوا لي واحد لو الناس اللي في الشات الآن موافقين على فتح باب الاتصال عشان نرد على هذه المسألة ونشوف عزة الناس اكتبوا واحد طيب عندي واقعة هذه الواقعة واقعة مؤسفة جدا يعني هذه امرأة عمرها 21 سنة قتلت بالرصاص وسجن صديق هذه المرأة وهذا الشخص هو مدمن المخدرات لكن هذا الشخص قتلها بطريقة بشعة قتلها بطريقة بشعة فانا عايز اقول سؤال لما المصريين يشوفوا الاتل ده هياخدوا فكرة عاملة ازاي عن السويديين صحي جما يا ابني الحلال هذا طبعا هذا لا ينفي تجد واحد في مصر وفي السعودية وفي الامارات وفي الكويت وفي كل دول العالم في واحد يقتل زوجته او يقتل ابنه او بنته او اي شيء فليه الانبطاح ليه الانهزام ده ليه الهزيمة النفسية يا ابني انا مش جايب الاخبار دي والله صدقا مش جايب الاخبار دي عشان اتكلم على دولة السويد لا انا جايب الاخبار دي عشان اقولك بطلوا تغضوا الاخبار السلبية عندنا وتحطوها كأنه احنا اللي بيحصل عندنا هذا ما بيحصل في اي مكان بالعالم حادثة ضربة وحادثة انتحار او حادثة قتل كل هذا الكلام بيحصل واضعافه بمئات المرات في الدول الغربية بس انت مش متابع الاعلام السويدي مسكين والاستاذ اللي بيقولك ايه واو انا ما كنتش مصدق فين الودة تعالى يا ولد الودة اللي بيقولك انا سويدي انا سويدي واصدقائي شايفوا الفيديو شيء مؤرف جدا لدرجة انه ما صدقوا انه في شيء هيك موجود يا ولد يا ولد تعالى يا ولد يا ولد شوف يا ولد هذه حوادث قتل تعالى اجيب لك حادثة هذه شوف الحادثة هذه والله حادثة مؤسفة هذه فتاة اسمها ايلين عمرها 18 سنة عمرها 18 سنة شوف هما حطين صورتها واخفوا وجه القاتل اللي عمره 27 سنة تعرفوا هذا الشخص لماذا قتلها او قتلها كيف قتلها معلش يا جماعة كيف قتلها قتلها عن طريق مطرقة مسك كده عارفين المطرقة اللي هي الشاكوش التئيل ده ضربها بالمطرقة على السرير خمس ضربات وقتلها في السرير خلي بالك هما في وضعية يعني في البيت في وضع وطبعا ده صديقها اهو زي ما احنا شايفين هذا الشخص هو كان صديقها وقتلت هذه الشابة طب ايش سبب القتل لو انا قلتلكم على سبب القتل سبب القتل لعبة طاولة كان يبلعبوا الطاولة تريك 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 هيو بيرمل بتاع الزهرة وهي بترمل الزهرة مش عارف ايه فالبت رمت الزهرة لعبة الزهرة معاها ام جاي خابت الصندوق بتاع الطاولة ورميه وقاي بمطرقة وتريك تريك على رأسها لحد ما قتلها ايو والله مش كلامي انا كلامي الصحفي السعودية انا بشرح لكم الخبر بس وربما ما يعني شيء لا يصدق فانت جاي تجيب لي حادثة ضرب وتصالح العريس مع العروسة وامورهم مشي التمام ولاد عم وعيلة وحدة وجاي تقول والله اذا سويتش في الكلام ده يترى شو ياخد فكرة عنه بياخد فكرة عنه شو بياخد الناس فكرة عن هذا الخبر اللي انا جايبه لك هذا لما واحد يضرب امرأة بالمطرقة مرات لحد ما يقتلها عشان لعب الطاولة ها ناس مجنين مخابيل شو هذا الاجرام وهذا الكلام كما قلت لكم درس عملي في الرب على الانبطاح وجد الذات بطل وجد الذات عندنا وعندهم كل شي عندنا خير وعندهم خير بس خيرهم كله بلاوي سودا يعني اجب لكم اخبار تانية والله مش عارف اجب لكم اخبار هذا خبر تاني هذا خبر اخر طبعا على فكرة اخت البنت اللي قتلت هذه 18 سنة تقول انه حصل انه في حصل كثير من عمليات القتل في نفس الاسبوع اربع نساء اخريات ولا يقوم المجتمع بما يليق بهذا الامر ويجب ان يفعل المجتمع المزيد هذا كلامهم هما المجتمع عندهم واصلا القوانين التعنيف المرأة دي ليش صدرت صدرت عشان المسلمين لا يا حبيبي عشان هما كانوا بيقتلوا وبيشربوا الكحول وما زالوا الخبر الاخير وهي امرأة عمرها عشرين سنة وعلى فكرة هذه فقط مجرد نماذج نماذج صغيرة وكلها في سنة نطاق سنة 2020 2021 مش يعني من سنوات طويلة هذه النماذج بهدف انه انت يعني ما تجيب لي حادثة بسيطة في بلدنا وتضخمها وتنسبها ويجيب هذا السويدي حكم علينا احنا نحكم عليهم احنا اللي نحكم عليهم لو اردنا هذا الخبر هو لمقتل امرأة عمرها عشرين سنة برضو قتلت بفعلي يقولون شريكها يعني مش عارف شريكها هذا غالبا بيكون مش متزوجها صديق او كذا عندهم ما بيتزوجوا صديق او كذا قتلها وخلصت الفكرة وطبعا كان عندها طفلة منه قتلها وكان عندها طفلة منه ولكن قتلها قبل ان تفكر في الانفصال عنه يعني المرأة قالت انا مش عاوزاك ما بيدي اياك على رأيي اخوانا السوريين انا ما بدي اياك طب ما بديك يا ايا تعالي وقام قتلها خلصت الليلة وعلى فكرة البنت او المولود الجديد اللي لسه ولدها من اسابيع خلي بالكم ثلاث اسابيع فقط ما اخدوا السوسيال السوسيال ما اخدوه السوسيال حطوه عند اسرة هذه المرأة يتربى عندهم شوفوا مراعاة السويديين خلي بالكم انا جايب لكم حوادث للسويديين مش جايب لكم حوادث للعرب والمهاجرين من البداية عشان الودة ما يجيش يقول لك حاجة قل له غالبية الجناة من الرجال والاغلبية من الرجال السويديين اوعى 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 تفكر ترد عليك رجوك احترم نفسك وبطل انبطاح وبطل يعني حطيت لك صورة اصلا حطيت لك صورة واحد نايم على بطنه وباصس كده وحاطت بطنية فوق راسه انت هذا المنبطع يا من تدافع عن الغرض وتهاجم المسلمين يا من تهول من الحوادث التي تحصل في بلادنا فانا اعتقد كده كفاية يعني بس انا اه الناس اللي بتحب احصائيات بقى ويقول لك ايه بلاش تجيب لي اخبار فردية من هنا وهناك وتعد تتكلم عنها ما تسيبك من الاخبار الفردية كلمنا عن الاحصائيات اكلمك عن الاحصائيات هذا موقع الكتروني تقريبا European Union Agency for مش عارف في رايتس يعني منظمة اوروبية لحقوق الانسان او كذا شوفوا هنا هنا احصائيات للاتحاد الاوروبي عن عمليات العنف الجسدي او الجنسي من قبل الشريك او غير الشريك منذ سن 15 سنة خلي بالك هذا الكلام احصائيات دقيقة جدا اكبر لك الشاشة عشان تشوف الكلام شوف يا معلم 52% من النساء في الدنمارك يتعرضن للعنف الجنسي والجسدي يعني ضرب يا اما ضرب يا اما اغتصاب هاي حبيبي فنلندا 47% السويد 46% يا منبطح هولندا 45% فرنسا 44% بريطانيا 44% وهكذا هذه هي دول اوروبا اللي انت بالطب الله مش عاوز طبعا اكمل هذه دول اوروبا 52% من النسوان بيتعرضوا اما العنف جسدي او العنف جنسي يعني احنا هل انت متصور ان احنا عندنا 52% من نسوان عندنا في بلدنا في مصر وفي الدول هذه بيتعرضوا لهذا الشيء وما بينفضح ما بينشم رحته اكيد طبعا الاعلام واخبار الحوادث و لكن احنا عشان بتحصل عندنا احداث معينة وهذا لا ينفي وقوع هذا انا لا انفي ان وجود هذا الامر في كل دول العالم بس عندهم اكتر بكتير من عندنا يا جماعة اذا كان عندنا 10% 20% 30% عندهم بال50% وب60% وما احد بيطلع يدلد الذات هناك ولا يقول العرب والمسلمين احسن مننا ولا هذا الكلام عاوزين نتعلم العزة عاوزين نتعلم الرجولة عاوزك انا والله هعملك الفيديو ده شوف انا تعب نفسي وجالس حمال اجمع الاقرابة من الشرق والغرب مش عشان استعرض عليك لا عاوزك تتعلم تكون راجل انا بكلم على فكرة يا جماعة خطابي للجماعة المنبطحين اما الناس الطيبين متبعين القناة الاوفياء طبعا انتم معانا على الخط وعالموجة عاوزك تكون راجل عاوزك تكون عندك عزة لما يقول لك ايه انتم عندكم كذا قلوا اه موجود في اوروبا على طول كده ترد رد بسيط قلوا اه ده عادي بتحصل في اي مجتمع لا يقولك لا 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 انتم عرب بتضربوا اطفالكم بياخدوا منكم اطفالكم طرى يا معلم الان الدولة السويدية بالمناسبة السويد الان تقول انه غالبية الاطفال اللي سحبناهم من اسرهم اختطفناهم من اسرهم هم من غير المهاجرين ليش بيقولوا هذا الكلام عشان يخففوا الحملة طيب لو صحة هذا التصريحات لو صحت معناها انه السويديين الناس اللي عملين يقولون ايه يا مسلمين غيروا من ثقافتكم انتم بتروحوا ثقافة العرب والمسلمين بتضربوا اطفالهم وكذا طيب هذا دليل اذا افترضنا صحة الكلام هذا وعلى فكرة المبطحين بيقولوا كذا برضو بيقولوا على فكرة ما بيسحبوش من العرب والمسلمين فقط بيسحبوا من السويديين ايضا معنى كلامك انه مسألة التعنيف الاطفال هذه ثقافة سويدية ايضا ويقول لك ايه احلى حاجة يقول لك ايه القانون وضع قبل وجود المهاجرين يا مسلمين لا يستهدفون المسلمين وانما هذا القانون وضع للسويديين طيب يا حلم ليش وضعوا للسويديين في السبعينات وفي الثمانينات لانهم كانوا يقتلون الاطفال ويغتصبون الاطفال ويضربونهم حتى الموت فما تيجي انت كل الامور ضدك اذا قلت انهم بيعملوا كده ضد المهاجرين لبست ايه حت التمييز وهم قالوا كده على فكرة واذا قلت انه سويديين يبقى سويديين يا حبيبنا نفس المشكلة ونفس الثقافة اللي انت عملت تذلينها بها وتقول يا مسلمين يا الثقافة وقايين من المجتمعات كلها ضربوا نفس المشكلة انت واعف مصيب انت يمين خسران خسران شمال شف لك حل انك تسكت تتعلم الادب تعالوا ننتقل الى بريطانيا كنت عملت فيديو سابقا سنة 2021 لما كان في مباراة بين بريطانيا وبين منتخب مش فاكر والله مش فاكر بالصراحة مباراة بريطانيا وايطاليا ولا مش فاكر نشرت صفحة مختصة بالدراسات عن جامعة بريطانية شهيرة انه لا احد يتمنى فوز منتخب انجلترا اكثر من النساء طبعا لما تسمع هذا التصريح تضحك ليش يا جماعة النسوان عاوزين يفوز المنتخب البريطاني او الانجلترا او ده بيحبوا بلدهم يا سلام الله يا بلدنا شوف يا جماعة النسوان اوفياء جدا لبلدهم شوفوا النسوان عندهم عاطفة كبيرة جدا وبيشجعوا بحرقة لا يا حبيبي النسوان خايفين ينضربوا والله هذا كلامهم يقول انه ترتفع حالات الاعتداء على النساء تمام بنسبة 38% لما المنتخب البريطاني بيخسر يعني المرأة بتتمنى المنتخب يفوز عشان تنام بدون لك مات وبدون ما تورم عينيها في الليلة هذي كل امنية حياتها يا رب المنتخب يفوز يا رب يا رب المنتخب يفوز عشان ما نضرب شعل الليلة يا رب وهكذا والله مش كلامي وخلي بالك هذا مش كلام صحف فيسبوك هذه جامعة لانكاستر البريطانية تتحدث عن هذا الموضوع عاملين دراسة جامعة 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 خلي بالك بص هذا موقع جامعي حكومي هذا يقول يزداد العنف الأسري خلال مبركس العالم لكرة القدم في انجلترا خاصة اذا خسر الفريق مش كلامي انا دا كلامهم هم فما تقيش تقول لي اصلا انت بتقيب لا لا دراسات من عندهم عاوزين نتعلم انه هذه المجتمعات مجتمعات شيطانية اجرامية بيرتكبوا كل المبيقات بس ما في احد بيصلط الضوء عليهم واحنا عندنا حال التحرش تحصل او حادثة واحد يضرب زوجته وضرب يعني مش مورمهاش ولا قتلها خناءة حصلت وعلى فكرة ليلة الفرح دا بيبقى فيه يعني فيه ضغط رهيب جدا انا صدقوني انا عارف هذا الكلام بيكون فيه ضغط رهيب جدا بس هذا لا يسوق شيء من هذا معنى ذلك هذا المجتمع ملائكي طبعا موضوع بريطانيا دا طويل لو دخلتم هنا بالاحصائيات اهو ودي صحيفة عالمية تصاعد العنف الأسري بعد انتهاء مباراة كرة القدم صحيفة الانديبندنت البريطانية نفس الكلام بالنسبة لضحايا العنف المنزلي فان نهاية انجلترا ليس شيئا يحتفل به يعني النسوان ما بيحتفلوا ما بيبقاش عندهم يوم سعيد بيكون يوم مخيف لهم شاوز اكرر كلامي وكذلك هنا ايضا يتحدث عن كأس العالم بينما تستعد انجلترا لنصف النهائي تستعد بخدمات لليلة طويلة النسوان بتستعد للضرب تواجه انجلترا صباح الخميس بتوقيت استراليا كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم في روسيا في انجلترا سيكون الوقت مبكرا في المساحة حيث يجتمع المشجعون في الحانات وغرف المعيشة وتستعد الشرطة وخدمات العنف المنزلي في الخطوط الامامية لارتفاع في وسائل الشرطة طبعا في الليلة دي مش بيدوروا على الحرمية ولا كذا بيدوروا على يعني بيروحوا كده الشرطة بيحطوا دنهم على البيوت لان البيوت اللي عندهم هناك في خشب وفي بيوت برضو مبنية فبيقعد ايه يستنى اول ما يسمع واحدة بتصرخ النسوان في الليلة دي مهمتهم لا القبض على السرقة ولا في واحد حرامي ولا قتل ولا شيء مستنين النسوان تصرخ على طول خش هات المرة دي لحقها قبل ما يورم قسمها كله شوف يا جماعة وين هذه الأخبار من الإعلام العربي الأخبار دي على فكرة مش من عندي وليست أخبار في مجلات إسلامية ولا مواقع عربية بقبلك من صحيفة اندبندنت البريطانية بقبلك من صحيفة الاقتصادية العالمية هذه جامعة لانكاستر جايب لك من مواقع سويدية هذا موقع سويدي معروف وهذا موقع سويدي معروف ما بجيب لك من مصادر خاصة فأرجوكم كفاية كفاية بالله عليكم كفاية قلد للذات الناس اللي عوزة فعلا إحصائيات مخيفة يدخلوا على هذا الموقع ويجيبوا بصها تلاه وهنا بقى إيه كل حاجة الاغتصاب والعمر وكلام ده كله يجيب لك كل حاجة وبعد كده تضغط على خريطة أوروبا وهتلاقي بقى إيه خريطة أوروبا نسب العنف ونسب الاغتصاب هتلاقي السويد رقم 3 رقم 3 46 وطبعا دي إحصائيات سألوا النسوان قالوا لهم تعرضتم تعرضتم لعنف أو عنف أو كذا قالوا نعم خلي بالك أهو بيقولك تعرضتوا لكذا نعم وهو تكاتب تحت في التوضيح عشان بس نستفهم القصة إنه يوضح رسم البياني على حسب الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي النسبة المؤوية للنساء اللاقي أجبنا بنعم عندما سئلنا عن العنف الجسدي أو الجنسي من قبل شريك أو غير شريك من سن 15 سنة البلدان التي لديها أعلى نسب لفئة الإجابة هذه هي الدنمارك وفنلندا والسويد والبلدان لذات النسب المؤوية الأقل هي بولندا والنمسا وكرواتيا هذا الموقع أحطولكم في أول تعليق إن شاء الله مش عارف يعني أكمل عاوزين فرنسا أجيب لكم فرنسا عارفين في فرنسا مش بس اعتداء على النساء طبعا قتل النساء في فرنسا شيء يا معلم في 6.7 مليون فرنسي كل سنة 6.7 مليون فرنسي طفل أو طفلة سن صغيرة بيتم الاعتداء عليهم من أبهاتهم تخيل أنت كده مشهد اغتصاب طفل من أبوه أمه هل هذا المشهد أصعب عليك يا منبطح من مشهد إن واحد صعيدي وعلى فكرة اخوانا الصعيد ده ناس رجالة على فكرة وناس طيبين وزي ما قلت لكم هذا ليس عادة عندنا مش ده العادي عندنا لما واحد صعيدي يمد إيده على إمرأة ويتصالح معها وتتصالح معها وعلى فكرة المرأة في موقع قوة تستطيع أن تقلب الطاول عليه خلق سنتهت القصة ونرفض هذا الضرب ونقول أن الرجل الذي يضرب المرأة هذا الرجل يعني عنده مشكلة خصوصا الضرب المبرع فخلاص انتهت القصة انتهت القصة تعال شوف فرنسا طبعا أنا لو ذكرت لكم أنا وليس عندي على فكرة أشياء بس كفاية كده كفاية صراحة زين المحارم بيسموه سفاح القربة ليش؟ لأن الجماعة هو مش زين المحارم زين المحارم أنه بنت وأبوها يزنوا مع بعض بموافقتهم هذا اسمه زين المحارم اللي بيحصل في فرنسا سفاح القربة يعني اغتصاب أبناء الرجل أو المرأة يعني بيغتصبوا أبنائهم وفي قصص في السويد يعني يشيب لهولها الولدان أمه وأب بيغتصبوا بنتهم الاثنين مشتركين في الجريمة كتير هذا في السويد ماذا نقول نحن عندما نرى هذه الأرقام نقول هذه مجتمعات شهوانية حيوانية والحمد لله على نعمة الإسلام وإحنا ما عندنا عقدة نقص ولا منتحرج من ديننا وإحنا عندنا عزة وعندنا كرامة ومش على رأسنا أي بطحة خليك كده عزيز وقوي بإيمانك وبإسلامك أما الإمطاع فلا يليق بالمسلم هذا هو درس اليوم وهذه هي رسالة اليوم ناس طلبوا أني أفتح الاتصالات أنا هفتح الاتصالات فقط لمدة قصيرة يعني هفتح باب الاتصالات لمدة قصيرة وبعد كده إن شاء الله هنختم البث يعني ممكن نقول ربع ساعة نص ساعة فاللي عاوز يتصل علينا يشارك في هذا الموضوع أهلا وسهلا به لكن أرجو أن تكون المشاركات مختصرة ومركزة في نفس الموضوع وإلا طبعا من الأفضل أني أنهي البث بصراحة أنا ما شفتش الموافقة بالأغلبية معرفش لأننا كنت متابع شاشة الكمبيوتر خلوني أخذ اتصال ألو مرحبا مرحبا أخي شؤون إسلامية نعم أخي تفضل ممكن أشارك بالموضوع موضوع الحلقة الليلة صح؟ نعم تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا تقريبا صار لي أكثر من 20 سنة أعيش في أوروبا عفت أول فترة في ألمانيا تقريبا خمس سنوات وبعد ذلك يعني السنوات اللي باقية في فرنسا انتقلت إلى فرنسا يعني 15 سنة في فرنسا 16 سنة تقريبا ما تطرحونه أنا أؤيده 100% من خلال ملاحظاتي ومشاهداتي يعني في هذه الدولتين تعتبر طبعا ألمانيا وفرنسا دولتين رئيسيتين في أوروبا صحيح يعني عندما نشاهد أشياء في ألمانيا وفرنسا لذلك نقدر نعممها على كل أوروبا لأن تعتبر دولتين رئيسيتين هناك تقدر تقول أنا قسمت الموضوع قسمين قسم ظاهري اللي إحنا نشوفه بشكل عام يعني هذا ظاهر الحرية والديمقراطية والحياة المرفهة وإلى آخره والمهلبية والملوخية وهناك قسم باطني مخفي وهذا هو اللي يهمني اللي يدخل في إطار الظلم والعنصرية وكل ما تطرعونه طبعا من أشياء سلبية في هذه المجتمعات أنا ما يهمني طبعا القسم الثاني هذا المخفي وهذه هي الحقيقة طبعا لأن القسم الظاهري هذا يخصهم هم يعني القوانين الموجودة هي يعني تصلح لهم لا تصلح لنا يتمتع بها المواطن الفرنسي ومع ذلك برضو بيتعرض لمشكلات وكذلك هذا هو الوجه الذي يصدرونه لنا للناس يعني للشعوب الأخرى ويخدعون بها الناس حتى نبقى نرى هؤلاء الذين يدون أنفسهم لكن سؤال أخي بما أنك عشت بس مع لش أنا عايز أستغل لوجودك معي بالله عليك هل تشعر بمبالغة يعني على فكرة أنا أتقبل النقد هل تشعر بمبالغة في كلامي أن المجتمعات هذه ليست ملائكة كما يصور وعندهم بلاوي سوداء أكثر من بلادنا؟ أنا راح أتكلم لك بقصة أنا تعرضت لها شخصين أنا تعرضت لها شخصين أنا مدى أقول لك عندي يعني مشاهدات الناس أعرفهم تعرضوا إلى ظلم كبير وأنا واحد من عندهم تعرضت إلى ظلم كبير أنا تعرضت إلى موضوع إلى شكاية هي طبعا باطلة فلاحظت أنه القانون عندهم لو ما أنا عندي إمكانية وأخلي محامي وهذا المحامي كان يعني من المعروفين يعني من المحامي المعروفين على مستوى أوروبا طبعا وكلفني مبالغ طائلة هذا المحامي يلا خرجني من هذا الموضوع لكن قبل ما أخلي هذا المحامي كان عندي محامي ثاني اعتيادي يعني هذا المحامي ما قد دافع عني ما قدر يخرجني من هذا المشكل تعرف يعني الشخص يعني الشخص اللي ما عنده خبرة ولا عنده فلوس ولا عنده يعني الشخص يروح في الرقلين زي ما بنقول في مصري يروح في الرقلين ويضيع يروح في ستين داهة على قولة أخوانا المصريين أنا بالنيسبة اللي تعرضتها الموقف أكثر من ثمان سنين هاي الشكاية صارت عليه تعرضتها إلى ظلم كبير المهم بداية أول ست سنوات رحت بالرقلين. اتمرت. وعدين تعلمت. حتى حكموا عليه ظلمنا. المهم فحطيت المحامي الثاني. هذا المحامي الثاني كبير جدا. وليس مهم هي المبالغ التي راحت. المهم خرجني من القضية. وكانت براءة مئة بالمئة. وقالوا بالقضية. انه هذا الموضوع كله تم مبني كان على الكذب. تعرف. لكن الشخص اللي قام عليه الدعوة في حينها هم حموه. بطريقة عجيبة قانونية. انه ما اقدر اشتكي عليه. كمان. تعرف. هذه الكارثة. زيان انا قلت له للمحامي قلت له لو هو. لو ما اخليك انت. يعني لو ما اخليك بالوقت المناسب اطلعني. كان انا رحت يعني خلص. يعني هما في حالة انه انت اخطأت بدليل او غير دليل. صدق او كذب. انت تروح في الرجلين. ولكن الشخص الاوربي الابيض. المعتدي عليك مثلا. في حالة انه صدق او كذب. هما يحموه في جميع الاحوال. وصلت الفكرة. اذا اكذوبة العدالة هذه غير موجودة. في افتراء كثير. وفي ناس بتروح في الرجلين. ويا ما في الحبس مظليم. زي ما بيقولوا. بالضبط. ونحن هنا. لو لا. هذا يعني بلداننا يعني مع الاسف. هي بلداننا السبب. اللي احنا جينا من ادهل. لو بلداننا توفرنا. يعني نسبة. اقل شيء من العدالة. والحياة الكريمة. كلنا احنا نرجع. ان شاء الله. ان شاء الله بترجع. وان شاء الله. وحتى مع هذا الوضع السيء. والله اكتشفنا انها افضل بكثير من هذه الدول. يعني والله فعلا. ان شاء الله ان ارزع. انا هنا من كل قناتك هذه. احب اعطي فضل ملاحظة الاخوان اللي خاصة باوروبا وبالغرب يعيشون. خلي يكونون حذرين جدا من علاقاتهم. بالناس بشكل عام. والنساء بشكل خاص. تمام. خلي يكونون جدا حذرين. وصلت. وصلت. وصلت النصيحة. لا يعني انه الشخص. لا يعني انه الشخص يضحك لك او يبتسم لك انه هو. يعني. دي لاطفك وكذا. هم خلي يحذرون من الغدر. نعم. لان القوانين هنا مبنية لهم فقط. نعم. وصلت الفكرة اخي واخد اتصال تاني بعد اذنك. ربنا يبارك فيك. بذي ممنون. الاتصالات كتيرة. بس انا بصراحة اعطيتك الفرصة انت اول واحد اخدت وش الافص. يعني خدت بالك. انت اخدت المكالمة الاولى. ربنا يبارك لك. كله صحيح وانا ايدك مية بالمية واستمروا. وشجعوا على العودة. الله يبارك لك اخي. جزاك الله خير. ربنا يعيدك على خير. جزاك الله خير. شكرا الاخ الكريم معنا اتصال اخر. هلو. هلو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله بركاته. يا سيدي انا كتير صعيد لخص اليوم. مضارح كتير جربة تتصل فيكم. ما علا لعندك الخطار. ما بايدي شيء والله يا حبيب. ما بايدي اي شيء. انا باخد اتصال واحد من خمسين اتصال. فانت وحظك بقى. والله بعرف يا اخي والله بعرف. في بس ملاحظة كتير صغيرة بالنسبة للموضوع اللي عم تحكي في اليوم. اخي يا دول الجماعات تبارك مضطر حتى ترك عليهم ولا تيرون انتباه. هذا درس اخي الكريم. هذا امر متكرر اخي. اخي هذا الانهزام وهذا الانبطاع صدقني. هذا مرض موجود ومنتباه. ينتشر في مجتمعاتنا وفي اللي عايشين بالغرب. معلش. اللي هم المنبطحين. طبعا في ناس اعزاء واشداء زي الاخ المنتصر السابق وانت ان شاء الله ربما. ففهمني. معروف اخي معروف اخي. لشن احنا ما عنا الشبيحة. هدول نفس الشبيحة اللي عنا بسوريا. نحنا بنسميهم نبيحة هدول الجماع اللي بيحصوا الصبابيط. فانا جوا بيحصوا الصبابيط العساكر. مرة مستعدين احصوا باطئة اي احدا. تأخي لا ترد عليهم ولا تعيرون. تزاك الله خيرا. يعني ه هون هون اصاص اوروبا يعني اصاص كثير مع التعامل. يعني هون جماعة خلاص عاجبوا الوضع اللي هن فيه وترتيب اوروبا. يا سيدي. اخي اخي ما في مشكلة يعجبك او كذا. بس ما ما تجلد الناس وتيجي على حوادث بسيطة زي هذه وتعمل قصة وتخلي هذا حكم عليك وتنبط فهم علي. احنا ما احنا. انا انا والله فهمها لك يا اخي. والله لو يسكتوا. لو يسكتوا. لو سكتوا. لو سكتوا. لنتهى الموضوع. جاهلا إلا غلباني. مظبوط ولا لا. نعم. وذول الجماعة جاهلة يا اخي. ما ناقشتوا جاهلا إلا غلباني. مظبوط ولا لا. انا ما اناقشهم. انا الان اجلدهم. اعتذر لك. انا ما اناقشهم. صدقني. انا انا اجلدهم. بفرق كبير. بين ان اناقشوا واجيبوا واتكلم معا. اخي. اخي انت زاكر. اذا ما سرور انك طالع عم تجلزهم. الله يعنيك. الله يساعدك طلع. نعم هذا درس. هذا درس. والسرور اللي عليهم اب ما بداك احنا منهم. بس يعني انا برأي. لا تعيروا ان اي انتباه ولا تضوح وقت عليهم. لانه اساس القضايا اللي انت عم تحكي فيها اهم منهم بكثير. هذا موضوع مهم اخي صدقني. انت كل واحد حسب تقديره. عموما جزاك الله خير. وناخد اتصال اخر. ورب يجزيك خير اخي الكريم. على راسي. السلام عليكم الله. الله يبرك لكم. عليكم السلام. وده رأيك على فكرة وانت تحترم. يعني انا ما عندي مشكلة انت. هذا تقدير شخصي منك. جزاك الله خيرا. على راسي اخي الله معك. يلا السلام عليكم. طيب معنا اتصال اخر. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاخ مصطفى. ايوة اخي تفضل. الله يبارك فيك. اول شي بشكر رب العالمين. ثم بشكرك اليك يا طيب. على هال المجهود اللي عم تبزله. مبارح يعني تقريبا بحدود ساعتين كنت عم بحاول انه اتصل. بس سبحان الله ما كافي نصيب انه. والله كله كله بيشتكي. ما تشتكوش تاني بقى. هو ان شاء الله. لا 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 ما اشتكي. والله انا بحاول اوفر. لنسمع صوتك ما اكبر من هيك. انا بحاول اوفر طريقة لاستقبال مكالمات كثيرة. لو حد يعرف طريقة. طريقة ان استقبل مكالمات كثيرة وحطها في الويتنج وكذا. اكلموني. حد يرسلني. اتفضل اخي العزيز. تزاكك الله جنة اخي. احنا بس محبة بسماع صوتك. ربنا بارك لك. تزاك الله. فينا اخرج شوي عن سياق الحلقة ولا حصرا بدي احكي بالموضوع. حصرا لا 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 حصرا عشان ما نضيع لا. عشان احنا عندنا وقت محدود ساعة نكمل ساعة ونخلص. فممكن ان شاء الله تشارك باليوم المفتوح ان شاء الله. ان شاء الله قريبا. ان شاء الله. ان شاء الله. طيب مرحة انا طول. ان شاء الله. في بعض المعلومات مخفية لازم كيف نوصلها الطريقة ما. هي بتصور انه باليوم مفتوح بكون افضل. بس راح اختصر على هدول المنبطحين. باعتذر عن هالمصطلح. انا دائما بطلق اسمه اللاعقي الاحذي. حلو. باعتذر على هالمصطلح. لا لا حلو. حلو. هذا جميل اللاعقي الاحذية. دائما انا بتقابل مع اشخاص كتير هوني. بصير بتمجدهم يعني لدرجة بدنا نسويهم الاه. اعوذوا بالله. بدنا نعبدو. انا عم قابل اشخاص بكون عم نخضر دورات صمهلة يعني عن المجتمع وإلى آخره. بتلاقي الاشخاص فاكرين حالو ساكنين هيكي غسل دماغهم على السريع مباشرة يعني من اول اسبوع واسبوعين جيتوا على البلد. فاكرين حالو نزلوا انه جايين على الجنة. اه لو يعرفوا الجنة الحقيقية. اه لو قرأوا عن الجنة الحقيقية يا اخي. والله لضربوا هذه البلاد بالجزمة. اه. انا انا من سوريا مقيم بالسويد يعني نسيت قللك. سويد. نعم. نعم. نحن نتكلم عن هذا هذا كاتب. ماذا لو قرأ السويدي هذا الكلام او شاف هذا الموضوع. شاف واحد مصري بيضرب وحده في الشارع. المشكلي ما احد بيشوف عيوبه. عرفت كيف? اه. لو الشخص يطلع حالو بالمرأة. انا عم احكي على المجتمع الغربة كله بشكل عام. يطلع حالو بالمرأة. بشوفش قداش في عنده عيوب. صحيح. وبنفس الوقت مطموصة على عيونه. شعب لا يفقه شيء. انا عم بعطيك انه دوق مجتمعات لا تفقه شيء. لو انهم عندهم. اه. اخدت هاي المعلومة من شخص. خلق هوني. هو تونسي. خلق هوني. ملتزم لأبعد الحدود. اهله منحلين اخلاقيا. ما بعط انه مستغرب شلون هو تطلع ملتزين. هعطاني كلمي. والكلم كتير جهورية حلوية. قال لي هوني. ازكياء. بس ما عندهم عقول. لو عندهم عقول كان وصلوا لرب العالمين. ازكياء. باتباع الهنم للأسف. بتلاقي اي شغلة بسيطة. عندهم كتالوك بالحق. الكتالوك. بدون ما يفكر. ما بيعرف ليش. ما بيفكرش. ما عندهم مجي تفكير. لذلك موضوع السوسيال ده بيطبق القانون دون رحمة ودون تفكير. ولو مثلا دخل على واحدة. يعني شفتوا بياخدوا واحدة رضيعة في هولندا. دخلوا اخدوا البنت الرضيعة من حض أمها وهي بتغسلها في الحمام. تخيل ما استنوها تطلع من الحمام. طلعت المرع اريانا. هذا بيدل انه ما في عقول يتفقهون بها. ما عندهم. ما عندهم. بتلاقي خلص. متل بقول. خلص. هاي بنحطها هون بنحطها هون. بتسأل ليش تحطها هون الشغلة هاي دي. روبوتات. بيقلك ما بعرف. انا نقشت كتير اشخاص هون سوديين. اكتر شي بنقشوني من ناحية الحجاب. خاصة زوجتي بحجبي. دائما دائما بيجوا بنقشوني. انا ما بخجل. بحكيهم مباشرة. بقولوا انتم مثل القطيع الغنم. تضحقوا الراعي. خلص. مش الراعي هوني. لو اخدكن على الوادي. يوقعكن خلص لاحقينو. عرفت شو المشكل. يعني عندكم. المرأة تطلع بالبكيني. والواحد يغير جنسه. ويقطع عضو الذكري. ويعمل عمليات جراحية. ويدي يكلمك عن حجاب المرأة المسلمة. او الختان الاطفال. ايش هذا؟ سألت. كانت واحدة عنصرية. يعني لدرجة العنصرية. كانت بتسأل السؤال انه ليش انتم المسلمين. يعني هي دائما بتشوف زوجتي معي. بتعرف انه مسلمين. ودائما انه سبحان الله المسلم من حجابه. تغرب مباشرة بينهم المسلم. انتم ليش بتحطوا برادة. هوني ما بيحطوا برادة. بالمنازلهم ما بيحطوا برادة. بتلاقي يعني ازا مريت بالليل بتلاقي بتشوف كل شيء بالبيت. نادر حتى يحطوا برادة. ما في حوش للبيت. ايش برادة? اصدق ستائر? برادة. ستائر ستائر. نحن سميه برادة بالسورية. طفا. عالمفتيشي. يعني عالمفتيشي كده ان الواحد يعدي يطلع الكاميرا يصور صدح مدح. نعم. بيسألون ليش? قلت لهم نحن في شيء اسمه غيري نحن عنا عفة المرأة هاي دي ما احد بيشوفها غير زوجة انه هني بفكرين انه خلص نحن بالحجاب بره بدنا نناب بالحجاب حياة تاني كليا. بقعد بيشرح لهم. قللهم انتوا اخذين نظرة سيئة. بتلاقي عندهم هوني بالبيوت ما عندهم شيء بتسأل كل اللي الساكني بالسويد. قاعدين بن بدايتها آآ بداية وسطنا هون بلاش يعملون غسل الدماغ عن طريق اتنين موظفين آآ عرب. للأسف. للأسف بقول. باعوا حالهم الشيطان. قاعدوا يعملوا غسيل الدماغ للناس ان هوني بتلاحظوا انه ما عندهم صور للبيت. ما عندهم صور للبيت. انشوف الامان شوف نحن نحط الصور يعني الحوش العالي المرتفع ثلاثة امتار او مترين نسيج البيت. هوني مش موجود هيدا الاصص هوني. بقولك شايف الامان. ما قصة امان. ما في غيري على العرض. ما في غيري على الشرف. نحن من هذا الشرف الزوجي او الاهلي بياخدوا راحتهم بارض الديار. صحيح. تطلع تدخل. هوني بيقلك ليك هوني انه مين هدولي مقصول دماغ جاي انا كتتوقف لهم من اول نهار كتتوقف لهم مرصاد ولا هلا. الزايحة. الزايحة ما بحب دغري لو كان شو بدي يكلف الامر. الزايحة بوقف لهم دغري. الله يعينك وحنا عاوزين المسلمين اعزاء زيك كده وعندهم اعتزاز بدينهم وما يعطوا الدنية في دينهم اخي. ازاك الله خيرا عندك اتصالات. عندك تختم بدقيقة. الله يبارك فيك. هو حديث يطول بس اه ما بدنا نشوف النهار المفتوح ان شاء الله. صحيح. مخنوق كتير بدي فيش خلق ايه و سبحان الله انا عم بحكيك بس مخنوق مخنوق. لا لا لا. عندك خلق هوني. لا لا هنفيش لغلك ان شاء الله هسجل رقمك عشان لما يعني طبعا ان شاء الله بكن انبهك. بس بدي عشرين ثاني لو سمحت عشرين ثاني ما اكتر وقطع الاتصال عشرين ثاني بس. يلا. الربا دخل بيوت تسعة وتسعين من المسلمين هوني تسعة وتسعين ما احد عم يحكي بهيد القصة العالم اشترت بيوت بالتقسيط عن طريق البنك بالربا. اشترت سيارات بالربا. اشترت الربا دخل بيوت خرب واقذنوا بحرب من الله ورسوله. تجي بتنصح الاشخاص. نعم بيعتذر انه مخنوق ما انا مركز شو عم بيحكي قد ما انا مخنوق. بتنصح الاشخاص بتلاقي عدت تضحك عليك. سبحان الله هيدا بدنا نحكيها. الله استمرأه الناس. كثير كثير اصص بدي احكيك ان شاء الله. لينا لينا لقاء. بارك الله فيك. اياك الله. ان شاء الله. انا كثير مخنوق وبتشكر. لا لا بس بلا عليك فكها شوية فكها شوية فكها شوية. ان شاء الله ان شاء الله. حبيب. شكرا لك. يلا سلام عليكم السلام ورحمة وبركاته. اشكر الاخ الكريم من السويد على هذا الكلام وهذه العزة اوزينها دايما يا جماعة. اوزين مسلم يكون معتز بدينه ولا يعطي الدنية. ناخد اتصال. الو. الو. اغلق التلفاز اخي. طيب اتصال الاخر. الو. 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 ايوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة وبركاته. ايفل التلفزيون? ايفل التلفزيون يخلو. عليكم السلام نعم ألو أيوة أخي سمعك تفضل أيوة كيف الحال الحمد لله رب العالمين يعني هم بشكركم بس رسالة شكر لألك ولكل الموجودين وخاصة الأخت زينب وكل الحاضرين والله يكون بعونكم آمين وإياكم جزاك الله خيرا أخي شكرا لك شكرا لكم شكرا لكم معنا اتصال السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخ مصطفى كيف حالك يا أخي العزيز الحمد لله رب العالمين أنا شاب عراقي من السويد بعيد عنك القارة العجوز كما يقال سبق أو اتصلت بك ولكن كانت بموضوع آخر والآن أنا سعيد أيضا أن تصل فيك لأقول رأيي بالموضوع ورأيك الموضوع الناس اللي قاتل نفسها على أن أوروبا شيء جميل وكذا وكذا ويدافعون مستميتين يدافعون عن الأوروبيين ذلك ليحب الدنيا يحبون الدنيا وترك ترك الآخرة ترك يعني ما يقدر يتصور نفسه يوم من الأيام ناسي هذا الموضوع أنه راح ينزل بحفرة طيب أنت إيش بتقول الربك هذاك الوقت حتقول الربك أنا كنت أريد أجمع الفلوس وأغير بناتي يطلعون أحسن الأماكن ويزورون الجامعات ويكونوا بروفيسورات حتى إن وصلت إلى هاي المرحلة بالتالي أنت فقدت دينك وإنسانيتك على حساب دينك على حساب دينك أيها المسلم اللي يعيش بأوروبا أخي أنا وصلتني مرة رسالة من أحد الإخوة بس أنا ما نشرتها إلى الآن كنت نوانشرها والله سبحان الله كان بيرد على الناس اللي يعني بيحاولوا يقولوا يعني يشمتوا في العائلات اللي أخذوا من أطفالهم ويقول لهم أنتم يعني ما عارفين بالقوانين وثقافتكم هذه يبطلوها اللي أنتم بتعيشوا بيها في الدول العربية وأبنائكم الآن عايشين في بيوت أحسن منكم وكذا خلاص نعم